وقد أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف عددا من المواطنين الأقباط الذين كانوا في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمينيا مؤكدا أنهم مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية كما أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الدم المصري واحد لا تفرقة فيه بين مسلم ومسيحي وشيرا إلى أن الاعتداء على الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة كما استنكر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الاعتداء الإرهابي الآثم وشددا على أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر إنما هو اعتداء على المصريين جميعا